من يشاهد هذه الصور للوهلة الأولى يعتقد أنها في بداية العصور الوسطى منطقة أبو الشويش الواقعة على طريق زكورة أور بادر ساكنها لحفر الآبار وخزن المياه منذ أكثر من 17 عاما فيما وصل الماء إليهم بكل سهولة قبل وصول الوفد الباباوي حيث بادر ساكنية المنطقة برفع لافتات تناشد البابا بتوفير المياه بعد ما مشى البابا ظلنا لا ماء نحن منطقة كبيرة لا ماء لا تغطية مال كهرباء عدني شو إحنا لو أن الله ساجدنا حانا من حال العالم هاي المسجونة بالحوت أحسن لنا جهال وناس والحكومة هذة من خليتنا إحنا ابن الشعب العراق حن ليش يعني ماكو ماء والله يا أخي العزيز ملياني يعني صارتنا 17 سنة إحنا بهاي حالتنا اللي هي حالة شحة المياه وإحنا بالنسبة لنا أقدم منطقة تقريبا بالناصرية على مستوى المناطق كلها وإحنا ما قصرنا ولا خلينا شيء يعتبع علينا يعني تظاهرنا بطريقة سلمية ورحنا راجعنا لمدير الدوار وراجعنا لمدير الماء وإجال هنا المهندسين وجولنا الديوان على الميز وقالوا بكم خير دلون بس كلها وعود كاذبة وتسويف ومماطلة وماكو شيء على أرض الواقع يعني أنا صالة 17 سنة وهسا بالـ 2021 عالم وصلت القمر وعالم مادر وصلت وإحنا بعدنا على الدنكر لو يجي الدنكر ونحصل النموية لو ماكو بالقرآن بالضيم من جانب آخر توجهنا لمديرية ماء ذيقار حيث برر مديرها بعدم وجو سيولة المالية لإتمام المشروع حيث تعاني ذيقار على وجه الخصوص أزمة في نقص المياه خاصة في فصل الصيف منطقة أوشويتش من المناطق المشمولة بمشاريع مديرية ماء ذيقار لسنة 2019 لكن للأسف الشديد هذه المشاريع لم يتم التقديم عليها من قبل الشركات لكونها قليلة الكلفة وعيدت هذه المشاريع الدراسة إليها مرة أخرى وحاليا في وزارة التخطيق بانتظار المصادقة عليها وإعادتها إلى محافظة ذيقار من أجل دخولها للخدمة إن شاء الله لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية